الأسنان وأثبتت دراساتنا غير مجدية ومضرة أكثر من أن تكون مفيدة طب دكتور ممكن تعتبر هذه نوع من العمليات مثلا مرحلة تمهيدية لعملية معينة زي تدبيس المعدة أو قص المعدة تلجأ إليها في بعض الأحيان في هذه الحالة؟ نعم ليست بهذه الطريقة أخترولها لماذا؟ لأن أنا بدل ما أحضر مريض بشكل جيد للعملية بنظام غذائي موزون أحضره بطريقة سيئة ونظام غذائي غير جيد يعني لم يحطه على سوائل بشكل آخر ما لم يكون هناك نظام نجلس نخلط له الأشياء المشكلة هي المضاعفات المصاحبة أخترولها لأنه الآن الشخص هذا ما بيقدر يفتح فمه وهذا معرض الجراثيم والالتهابات ورائحة الفم وعدم تنظيفة الفم لتصوري واحد ما منظف فمه لمدة أسبوعين هذا شيء غير لائق أبدا طبعا ومضر للصحة اثنين أثبتت في بعض الحالات وهذا من أحد العوامل بالنسبة لربط الأسنان العالميا أنه لما يسترجع الشخص أي سوائل من المعدة أو شيء ما يقدر يطلعها إلى الخارج فقد ترجع إلى مجرى التنفس وتوقف تنفسه أو تستنشكها صحيح هنا نادرة بس هنا من الحالات اللي فعلا قد نعرض المرضى لأنه يعمل أشياء معينة ما يستطيع فتح فمه فيها فهذا عامل خطير جدا قد يؤدي إليها فإذا هذه العمليات من مضاعفاتها سواء على اللثة وعلى الفم وعلى الأشياء الأخرى أو مضاعفاتها قد تكون لا سمح الله أنه يستنشك أو ينزل الأشياء التي تظهر من المعدة على الجهاز التنفسي قد تكون في خطر على الإنسان يعني دكتور لا تنصح بها لا سواء كان على سبيل أنه قبل العملية أو حتى لو ما كان في عملية يعني هي تطريقة تعتبر أو عملية خطرة جدا بسبب المضاعفات التي تكتني هي ليست خطرة أخطرها جدا لكن نقولها من الأشياء التي غير منصوح فيها للأسباب صحيح نادرة أنها تصير مع مضاعفات في هذا الشكل لكن إذا عندي حاجة بتسبي لي مضاعفات إن شاء الله واحد في المليون أو واحد في الألف وفي نفس الوقت للأسف ما هي مفيدة نهائيا بل بالعكس مضرة فليش نأخذها؟ نحن نقول للناس الآن تشوفتوا هالشيء لا تسوونها طيب دكتور فيه نظام أو أنظمة حددت هناك قانون بمنع فيها هالنوع من العمليات وذلك نتيجة للمخاطر والخطورة التي ذكرت بعضا منها؟ هو معروف أنه فيه شيء لما يجي المريض عادة أشياء معروفة يسميه إفيدانس بيس ميديسن أو الطب المبني على البرهين أشياء إحنا لما نقول لعملية ما متى تكون هذه العملية فعالة في إنقاص الوزن؟ الشرط الأول أنها تنزل وزن ما لا يقل عن 25% من الوزن الزائد ثنين أنها تحافظ على هالوزن اللي نزل لمدة طويلة يعني سلتين ثلاث سنوات خمس سنوات ثلاثة أنه ما يكون فيه مضاعفات مصاحبة لها أكثر من اللازم ولا فيه وفيات مضاعمة لها يعني بشكل كبير هذه هي العمليات اللي نقول إنها آمنة وتؤدي لأنه أنا بسوي عملية طيب لما بسوي اللي الهدف؟ هل يحققت الهدف اللي من أجله؟ وليه كانت مصاحبة بأشياء أخرى؟ فإذا لم تحقق الهدف الوزن نهاية ما رح تحقق الوزن مفقود على مدى البعيد أبدا هيطلع زيادة أكثر من اللي فقدته واثنين مصاحبة بمضاعفات إذن ليش أنا سويها؟ فهذه قاعدة أساسية لأي عمل الوحدي فكر فيها سواء في انقاص الوزن وغيره لكن في انقاص الوزن أكثر هل هي تحقق الهدف اللي أجرت من أجله وهو انقاص الوزن في هذه الحالة؟ اثنين هل هي آمنة يعني غير مصاحبة بمضاعفات خطيرة هذه الأشياء المهمة جدا وفي العمل هذه لا تنطبق أبدا نعم أكيد في نهاية دكتور يمكن تنبيهك وتحذيرك من هذا النوم العمليات لموجود مخاطر معينة وصلت هذه الرسالة شكرا لك دكتور استشارة جراحة السمنة والمناظير دكتور عايض ألقح طاني طبعا ضيفنا الدائم وإن شاء الله منلقاك الأسبوع القادم بموضوع جديد لمكافحة السمنة وفقرة يهلا بالحياة وهيك مشاهدينا من كل وصلنا لختام حلقتنا اليوم كل شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء